فنمونو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروستا صحابة كرامو كي يوهنمونا دي أبو عبادة ابن الجرح رضي الله تعالى عنه دا أبو عبادة ابن الجرح رضي الله تعالى عنه خبلنم عامر ابن عبد الله ابن الجرح هو أكثر خلقی بأبو عبادة بني فيجني دا دا سحابة ترشوية دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوهرز لاس نونيو او ديوية لسحابة بمخي شئ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَ ابن الجرح ده هر يو أمت ده پار يو أمين الله پا رالي گلده او ترشوية ده پا هر يو أمت کی خو زمان ده أمت زمان والا تر آخری انسان بوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي آخری انسان بوري چه زمان وروس تا ده قیامت نمخ کی وفات کی ده هغي ده پار امين سوگ ده ابو عبادة ابن الجرح رضي الله تعالى عنه ده دا سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من در جات گرانو در جات ورتخوخو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسر در جات امينه کولا ده هغي صحابي ده چطول و غزواتو که ده شرکت کرده بدر وحد نور و غزواتو که در جات شرکت کرده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرم ده هغي صحابي ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم پا عشر مباشرونی که ذكر کرده یعنی ده تا پا دنیا بانده رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی ده تا پوسوشو چه سوک طولو که خسره ده پا بالحديث که عبدالله ابن شقیق ده عائش رضی الله تعالى عنه روایت که او فرمائی چه عائش رضی الله تعالى عنه نورد چه تا پوسوکو چه طول صحابهو که طول صحابه پر رسول الله صلى الله عليه وسلم گرانو و محبوبو او نزدی ورده خبه ده طولو که سوک در نزدی و رسول الله صلى الله عليه وسلم تا نو عائش رضی الله تعالى عنه ورده و فرمائی چه طولو که رضي الله تعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت عائشة رضي الله تعالى عنها شبكيه ابو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه هاقا صحابي ده جه رسول الله صلى الله عليه وسلم به غزوة السلاسل ده غزوين امده اغاك عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم موجودو خو ابو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه ده غزوين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركو او اميريوكو او ده عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ده امداد ده پاره ولیگو ابو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه هاقا صحابي ده جه اول ده لقبيه قطل ده امير الامراء ده اميرانو امير ابو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه ابو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه هاقا صحابي ده كما تقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلا وفات كيدو ثم يقول كلا وفات بطيوم كلا وفات كلا وفات مرغل يقول لو كان ابو عباد حيا لستخلفته كما كان ابو عباد رضي الله تعالى عنه نمو رضي جوانده وي نمو آغا بتاسو بان خليفة كدو آغا بمي امير كدو آغا بستاسو مامشر كدو خوء آغا وفات شو أو كخلقو رانا تاپوس كدو بورز قيمت كرانا خلقو تاپوس كدو اللہ پاکرانا تاپوس كدو كما كان ابو عباد بخلقو بان خليفة كدو نور صحابه ده نمو ما بورتو بیده چه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ده فرمائیده چه آغا ده ده امت امین ده ما پا ده خلقو بان سوک مقرر که امینو هذه الامة امینو الله و امینو رسوله ابو عباد رضي الله تعالى عنه هاگا صحابه ده چه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلا خليفة شو نو ده طولو لخکرونو او ده طولو جویوشو مشر پا حقعتم کی خالد بن الولید رضي الله تعالى عنه كلا جا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ده وران راغه او ده عصر خليفة شو نو آغا عزل کو لریکو او ابو عباد بن الجراح رضي الله تعالى عنه ده طولو لخکرونو او ده مسلمین ده جویوشو مشر شو ابو عباد رضي الله تعالى عنه پا ده بدر بغزوکی زیاد مؤرخین لکی يقول لهم إنهم تشجيع بكه يقول لهم إنجت لهم Armor بكهة للمسأول إذا للمسأولyse لا تجد قوما يؤمنون بالله والгиوم الأخير يواد دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم دا آيات بأبو عبادة بن الجرح رضي الله تعالى عنه نازل کرده الله پاك أبو عبادة رضي الله تعالى عنه دير زياد صفات أو مواصفات لري خو يو صفات بغزوت وحد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثابت سويده أبو عبادة رضي الله تعالى عنه قتل پا يو وار بانده چه يو صهم يعني غشير روانده در رسول الله صلى الله عليه وسلم پا طرف بانده كفار ولی نو أبو عبادة رضي الله تعالى عنه دا گور يو يو دم خيس كي أو أغي زيتا زان رسي كم زيتا چه غشير رسي نو أماغو چه کل خيس کرو آغا غشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بانده وله غشير رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ده جنگ حربا پسر بانده و خواله پسر و نو أغي نو دو كره مات شل او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم پا مخي نواتره كلا چه مخي نواتره نو أبو عبادة رضي الله تعالى عنه وله غشير رسول الله ليزن خيس كلمتين ، أغي عبادة على قصم وبر受ng اّلائك سترده، وفهرج رسول الله ل杯ه و marketed رسول الله كل اسمه تواسط لله اماد أبو عبادة رضي الله تعالى عنه وبرتن من المعارسة والكفال سنباعد كونها وهذا فرصت فرصت فالكفل سنباعد وفي حتى الفرص تنبع فرصت فالكفل سنباعد وذان فالكفل سنباعد كونها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحد أبراء عن أمر قربانا